بالأمس أو قبل يومين بالأصح مرت علينا الذكرى السابعة والخمسون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة الثورة اليمنية التي ما زالت حتى هذه اللحظة مستمرة تصارع خصومها وتتعرض للخيانة والتآمر الخبيث من كبل أعدائها التقليديين القدامى المملكة العربية السعودية في الجوار والإماميون في الداخل اليمني وهي بهذا أو بحق إحدى أطول الثورات في التاريخ إلى جوار الثورة الفرنسية وما عرفنا أنها مستمرة إلى الآن إلا في العام 2014 عندما رأينا عربات الإمامة تكتحم العاصمة الصنعاء وكأنها أنهت خمسين عاماً من الحرب مع الجمهورية في ذلك اليوم رأينا عيون الجمهوريين تفيض من الدمع وأفئدتهم فراغ كفؤادي أم موسى من هول الصدمة وهم يتساءلون هل سقطت الجمهورية حقاً؟ ألن نشاهد العلم الجمهوري يخفقك مرة أخرى؟ ألن نقف للنشيد الجمهوري مرة أخرى؟ ألن نسمع أغاني أيوب وعلي الآنسي عن سبتمبر المجيد؟ كم يحتاج الإماميون من الوقت لكي يكشفوا أكنعتهم الحقيقية ويتخلصوا تماماً من الجمهورية اليمنية؟ نعرف أنهم بحاجة إلى وقت وأنهم يتبنون عقيدة التقية وقال البعض ما عرفنا فضل سبتمبر 1962 إلا بعد سبتمبر 2014 أما أنا فأزعم أن اليمنيين ما قدروا أو ما قدروا ثورة سبتمبر حقاً قدرها إذ لم يخطر ببالي أغلبهم أنها كانت أهم حدث في تاريخ اليمن بعد دخول الإسلام إلى اليمن وأنها كانت ثورة تصحيح للدين قبل أن تكون ثورة تحرير للإنسان وأنها بالمعايير الإنسانية والأخلاقية إحدى أهم الثورات في التاريخ بالمعايير الإنسانية والحضارية ولتوضيح هذه المعايير المهمة خصصنا هذه الحلقة فكونوا معنا ليس من المبالغة القول أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 كانت ثاني أهم حدث في تاريخ اليمن على مدى 1500 سنة إذا ما اعتبرنا أن الحدث الأكثر أهمية منها هو دخول الإسلام إلى اليمن أو بعبارة أصح دخول اليمنيين الإسلام للمرة الثانية في زمن النبي محمد بعد أن كانوا دخلوه قبل ذلك بـ 1500 سنة في زمن النبي سليمان ومن المناسب أن يفهم الجمهور اليمني هذه الحكائق بصورة واضحة لكنه لن يفهمها حتى نعيد بناء الإسلام من ناحية يعني نعيد تعريف الإسلام من ناحية ونعيد بناء التاريخ من ناحية ثانية لأن الفهم السائد للإسلام اليوم فهم قاصر ومعرفتنا بالتاريخ اليمني وتاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام معرفة قاصرة وبسبب هذا القصور يقع بعض اليمنيين في مصيدة الوهم الوهم القاتل إذا ما قررنا إعادة بناء التاريخ اليمني خلال ثلاثة ألاف سنة سنكون أمام مجموعة حقائق لا يعرفها بوضوح أغلب الناس أول تلك الحقائق هي أن اليمنيين لم يدخلوا الإسلام لأول مرة كما قلنا في زمن النبي محمد بل في زمن النبي سليمان سليمان بن داود قبل حوالي 1500 سنة من ميلاد النبي محمد عندما عادت ملكة سبأ التي يسمونها بلقيس عادت بدين الإسلام من فلسطين وأسست النواها الأولى للإسلام في اليمن هي ومن معها من علية القوم يومها لم يكن سليمان على دين اليهودية كما يظن البعض بل على دين الإسلام يعني هي جاءت بالإسلام ولم تأتي باليهودية كان على دين الإسلام الذي أرسل به موسى قبل سليمان بحوالي 300 سنة فقط لأن اليهودية ليست دين موسى ولا دين سليمان وليست ديناً أصلاً اليهودية مذهب ديني اخترعه بني إسرائيل بعد وفاة سليمان بزمن سليمان وداود وكل من في زمنهما من بني إسرائيل كانوا يتبعون ديانة موسى المكتوبة في الألواح كما تقول التوراة العبرية الموجودة الآن وديانة موسى هي الإسلام كما يقول القرآن وهذه الألواح قضعت مع تابوت العهد الذي ذكره القرآن وذكرته التوراة وهنا يظهر سؤال كنت قد ناقشته في حلقة ماضية ولا بأس من إعادة النقاش فيه وتكراره هو سؤال يقول إذا كانت ملكة سبأ تقبل قيس قد أدخلت الإسلام إلى اليمن قبل ميلاد المسيح بحوالي ألف سنة إذا كانت كذلك فكيف ظهرت اليهودية في اليمن إذن لأن ملكة سبأ كانت في الدولة السبائية اليهودية جاءت في العهد الحميري بعد الدولة السبائية كيف جاءت اليهودية مدام ملكة سبأ كتجاءت بالإسلام الإجابة حسب اجتهادي شخصي هي على النحو الآتي كما هو معروف فإن اليهودية كتسادت في زمن الدولة الحبيارية التي جاءت بعد الدولة السبائية ويبدو أن إسلام موسى وسليمان كتساد في الفترة السبائية في فترة الدولة السبائية ثم لما جاءت الدولة الحميرية بعد ذلك تبنت المذهب اليهودي وليست دين دين سليمان وداود تبنت المذهب اليهودي الجديد وفي فترة الملك الحميري دونواس حدثت محركة الأخدود التي أشار إليها القرآن في سورة البروج وقد كدمت تفسيرا جديدا لهذه الآيات لآيات سورة البروج في حلقة ماضية قلت فيه إن ضحايا محركة الأخدود التي أشارت إليها السورة لم يكونوا مسيحيين كما يقول المفسرون بل مسلمون موحدون المفسرون بيقولوا أن الطائفة هذه التي ذكرتها سورة البروج كانت مسيحية هذا غير دقيق كانوا مسلمين موحدين وذلك بكرنتين الأولى أن السورة تتحدث عن مؤمنين موحدين لا عن مسيحيين مثلثين العيات تقول وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ونصارى نجران لم يكونوا موحدين بل مثلثين كما هو ثابت تاريخيا والكرينة الثانية هي أن مخطوطات الكنيسة الأرثوذكسية التي تعود إلى زمن المحرقة الكنيسة العراقية هذه المخطوطات التي تعود إلى زمن المحرقة يعني إلى زمن دينواز قد سجلت الحادثة سجلتها على أنها وقعت للمسيحيين الأرثوذكس لكن ما لفت انتباهي هو أن المخطوطات الكنسية لم تذكر الأخدود محركة الأخدود وضحايا إلا في لمحة سريعة على الهامش يعني لأنها كانت تتكلم عن محركة الكنيسة كان الكلام كله عن المحركة التي جرت في الكنيسة أما الأخدود فمروا عليها مرور سريعة بما يدل على أننا أمام محركتين مش محركة واحدة محركة في الكنيسة للمسيحيين الأرثوذكس ومحركة أخرى في الأخدود لم يهتم بتفصيلها المؤرخة الكنسية وكأن الذين قتلوا في الخندق لم يكونوا مسيحيين لو كانوا مسيحيين كانوا يهتم بذكرهم المؤرخة الكنسية للمحركة الكنيسة هذا يدل على أنهم على ديانة أخرى أو أنه فيه اختلاف بينهم مذهبي ولعل هذا هو سر ذكر القرآن لأصحاب الأخدود دون أصحاب الكنيسة وكأن القرآن يعيد الاعتبار لمن أهمله التاريخ وكانوا معروفين كانوا معروفين عند العرب وعليه يمكن استنتاج أن ضحايا الأخدود كانوا مسلمين موحدين اعترفوا بنبوة المسيح عيسى عندما جاء مثل أتباعه الموحدين فعاقبهم دونواس لأنهم ليسوا يهودا وأهملهم المؤرخ الكنسي لأنهم ليسوا مسيحيين مثلثين هم كانوا مسلمين على ديانة سليمان ثم حافظوا عليها إلى أن جاء المسيح عيسى واتبعوه صاروا مسيحيين بهذا المعنى لكن بتطاول الوقت اختلط الأمر على المؤرخين واعتبروهم مسيحيين هذا التفسير السابق لآية الأخدود في سورة البروج هو التفسير الوحيد الذي يحل اللغز والإشكال الناتج عن تعارض معطيات التاريخ مع معطيات القرآن التاريخ يقول أن الدولة الحميرية قد تبنت الديانة اليهودية والعقل التاريخي يستنتج أن اليهودية قد دخلت اليمن مع ملكة سبا أو دخلت الإسلام وليس اليهودية لأن ملكة سبا قد عادت بالفعل من فلسطين ومعها ديانة جديدة هي الإسلام كما يقول القرآن وتقول التوراة لكن هناك مشكلة في هذا الاستنتاج إذا كانت اليهودية قد دخلت مع ملكة سبا فهذا يعني أن سليمان كان على الديانة اليهودية وهذا يتعارض مع معطيات القرآن لأن القرآن يقدم سليمان بوصفه نبيا مسلما صاحب عقيدة السليمة واليهودية ليست عقيدة السليمة بل محرفة إذن كيف نجمع بين حقيقة أن ملكة سبا أدخلت الإسلام إلى اليمن وبين حقيقة أن الدولة الحميرية قد تبنت الديانة اليهودية لا يوجد سوى هذا التفسير الذي قدمته قبل قليل فقد ساد الإسلام أواخر الدولة السباية قبل أن تأتي الدولة الحميرية وتفرض اليهودية بالقوة على جميع المخالفين في الوقت الذي كانت فيه المذاهب المسيحية قد بدأت في الانتشار أي بعد أكثر من 1200 سنة من وفاة سليمان بهذه القراءة للتاريخ يمكننا القول أن الإسلام قد دخل اليمن قبل 1500 سنة من بعثة النبي محمد لكنه تعرض للتحريف على يد الكهنة الإسرائيليين بعد وفاة سليمان بفترة لأن قطاعا من المجتمع الإسرائيلي في فلسطين كما تقول التوراة نفسها قد ارتد بعد وفاة سليمان وانكسام الدولة ويبدو أن الردة عن دين موسى قد ظلت تتسع إلى أن شملت معظم المجتمع الإسرائيلي كما تدل التوراة وخلال هذه الفترة من هذه الفترة الانكسام والردة إلى فترة السبية البابلي ظهرت الديانة اليهودية أو المذهب اليهودي مع التوراة المعروفة اليوم المحرفة ومن هذه الحقيقة تظهر حقيقة أخرى مهمة هي أن يهود اليمن ليسوا إسرائيليين كما يتخيلون أو كما يظنون بل يمنيين خالصين يهود اليمن ليسوا من بني إسرائيل كما يعتقد أغلبهم وأغلب اليمنين مثلهم مثل يهود الفلاشة في الحبشة ويهود الصين ويهود الخزر أو الكبيلة الثالثة عشرة كما سماها المؤرخ اليهودي أرثر كاستلا سماهم هذول المشروع من بني إسرائيل كبيلة الثالثة عشرة يتكلم عن الخزر تحديدا إذن هؤلاء اليهود اليمنيون يمنيون حميريون أصليون اعتنقوا الديانة اليهودية في الزمن الحميري فقط ولا شأن لهم بالسلالة الإسرائيلية وعيال يعقوب أما الحقيقة الثالثة في سياك إعادة بناء التاريخ اليمني فهي أن الرسالة المحمدية جاءت بمثابة تصحيح وتكميل للرسالات السماوية التي تعرضت قبلها للتحريف لكن هذا لم يمنع محاولات التحريف للإسلام محاولات التحريف للدين ما زالت جارية كل دين المحاولات لا تتوقف أبدا لكنها هذه المرة لم تستطع النفاذ إلى متن النص السماوي ما قدرونش يحرفوا المتن السماوي نفسه كما حدث مع الكتب السابقة لأن القرآن كان منيع على التحريف روية بشكل متواتر أمام الناس كلهم فاضطر المحرفون لاتباع طريق آخر هو اختراع نصوص دينية موازية للقرآن الكريم سموها الأحاديث وروايات الآئمة وأعطوا تأويلات منحرفة تفسيرات منحرفة للنص القرآني نفسه للآيات القرآنية يأخذ الآيات في السورة تفسيرا منحرفا بهذه الطريقة حاولوا تحريف الإسلام عن طريق اختراع نصوص جنب القرآن سموها أحاديث وعن طريق تأويلات منحرفة للنص القرآني وكان ظهور التشيع بمذاهبه المختلفة هو أحد تلك الحرافات والتحريفات الكبرى التي تعرض لها الإسلام بعد وفاة النبي يعني مقولة الولاية والبطنين وآلة تيت والخمص وغيرها هذه المفاهيم والمقولة ما هي إلا مظاهر لتحريف الإسلام ومن هذا المنطلق نقول أن ثورة 26 سبتمبر كانت ثورة لتصحيح الإسلام في اليمن قبل أن تكون ثورة لتحرير الإنسان كما سأشرحه بعد قليل المفاهيم السامية والأفكار العظيمة تموت إذا فرغت من مضامينها وهذا ما جربناه نحن اليمنيون في زمن علي عبدالله صالح أخطر ما صنعه هذا الرجل هو أنه فرغ كل المفاهيم السامية من مضامينها جعلها مجرد أشكال بلا مضامين يعني فرغ الجمهورية من مضمونها الجمهورية بفكرة كيمة السامية فرغها من مضمونها وفرغ الدولة من مضمونها وفرغ الديمقراطية من مضمونها وفرغ الوحدة من مضمونها وترك كل هذه القيم مجرد أشكال فقط ولهذا سقط كل هذه الأشياء بعد سقوطه سقطت تقريبا كل هذه المفاهيم بعد سقوط بعد خروجه من السلطة الدين أيضا يسقط بعد أن يفرغه الكاهنة من مضامينه الإسلام مثلا كلمة عندما تقال يتبادر إلى ذهنك سلسلا من القيم الإيجابية السامية والمفاهيم في مجال العقيدة ومجال الشريعة في مجال العقيدة تبرز قيمة التوحيد كأهم قيمة على الإطلاق التوحيد التوحيد هذه معنى شامل يدخل فيه تحرير الإنسان من كل العبوديات الصغيرة وعبادة السيد وعبادة العجل وعبادة وكل هذه عبادات تتعارض مع التوحيد على المستوى الشريعة تبرز قيمة العدل كأهم قيمة على الإطلاق هل هناك من يشك في هاتين القيمتين الإسلاميتين بالطبع لا لا يوجد لأنه لا يجرؤ على التشكيك فيهما صراحة لا يجرؤ على التشكيك في التوحيد وفي العدل التوحيك كقيمة في العقيدة والعدل قيمة في الشريعة لكن هناك من يشوش على هذه القيم بطريقة غير مباشرة مذاهب التشيع مثلا هي أخطر محاولات التشكيك والتشويش على هذه القيم قيمة التوحيد وقيمة العدل في جانب التشويش على التوحيد تقوم مذاهب التشيع بتحويل قدر كبير من مشاعر الحب والولاء والرهبة لموجودة لدى المسلم لدى الأشخاص تقوم بتحويلها لصالح أشخاص وأسر وسلالات بشرية بدلا من توجيهها لمصطرها الرباني الرهبة ينبغي أن تكون ربانية لكنهم يصرفوها للإمام هذا يخصم من رصيد التوحيد الطاعة للسيد تخصم من رصيد التوحيد مذاهب التشيع تخصم من الرصيد الإلهي في قلوب الناس ووجدان الناس لصالح سلالات من ماء مهين في مذاهب التشيع يبدو الله وكأنه إله عربي يحابي بعض البشر بدون أي مبرر منطقي كانوا شخ كبيلة يتعاملوا معه يقول للناس أعطوا محبتكم وولاءكم وخمس أموالكم وثرواتكم لهذه السلالة التافهة التي لم تفعل شيئا للبشرية ولن تفعل شيئا سواء أكل السحط وممارسة الدجل والقتل باسم الرب قال هذا منطق قال هذا معقول ثم يصبح التشويش على عقيدة التوحيد أكبر وأخطر عندما تضرب قيمة العدل في الإسلام ليس هناك قيمة في الشريعة الإسلامية فوق قيمة العدل وإذا أصيبت هذه القيمة في سمعتها فقط في سمعتها تنهار الشريعة الشريعة نفسها تنهار وتصبح في نظر العقلاء ومعظم البشرية يعني معهم عقول تصبح مجرد الشريعة هذه تصبح مجرد شبكة عن كبوت لصيد الدباب البشري الشريعة بدون قيمة العدل مجرد خريطا للاحتيال على الناس مذاهب التشيو تضرب تضرب هذه القيمة وتضرب الشريعة في جوهرها عندما تقول إن الله قد اصطفى بعض البشر اصطفاء عرقيا لا وظيفيا يعني القرآن يتحدث عن الاصطفاء لكن يتكلم عن اصطفاء وظيفي ناس أنبياء معهم وظيفة يأدوا وظيفة ويتوكلوا على الله بس ابنه يطلع كافر زوجة تطلع خائنة ما عنده مشكلة القرآن في هذا الموضوع المهم عندي النبي يؤدي وظيفته على عكم الوجه اصطفينا لهذه الوظيفة بس وليس اصطفاء عرقيا ليكونوا فوق الناس فوق غيرهم مكاما وقدرا وحظا أين العدل في هذا لو 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 كان حقيقي وأي إله هذا الذي يفكر بطريقة بدوية هذا تفكير بدوي الاصطفاء العرقي هذا العنصري بدوي بدوي هذا تفكير بدوي لا يلك بالإنسان الحديث فما بالك بالإنسان بالإنسان المحترم فما بالك بالإله العظيم من بدهيات التوحيد معرفة أن الله حكيم يعني لا يفعل شيء بدون حكمة فما هي الحكمة من إعطاء سلالة الهاشميين هذه الميزات التي يتحدثون عنها يقول لك لا يعني أن الله فضل الناس بعضهم على بعض نعم فضلهم في قيم يعني جعل هذا فاضل في شيء وهذا فاضل في شيء وهذا مفضول في شيء وهذا مفضول في شيء العملية ليس عملية تفضل مطلق لا تفاضل متبادل هذا أفضل في العلم هذا أفضل في المال هذا أفضل في الوسامة هذا أفضل في الصحة هذا أفضل في العقل هذا أفضل في الحكمة وهكذا العملية التكاملية ليس تفضل مطلق أعطاه لسلالة بعينها ما هي الحكمة في أن يعطي هذا للناس تفضيل مطلق ما الذي يميزهم عن غيرهم ما الذي يقدموه للبشرية ما الذي أنتجوه خلال 1400 سنة ما الذي يقدموه ولم يقدم غيرهم لا شيء على الإطلاق لا شيء حتى في مجال الدين أفضل علماؤهم مثل أقل عالم في الطرف الآخر عند السنة ما فيش إذا ما قيمتهم ما قيمتهم بين الناس وليش التفضيل ليس هناك إله حكيم يفعل ذلك أبدا طبعا الدجالون يشيرون دجالون ومن تبعهم يشيرون إلى آية آية الاستفاع في القرآن الكريم يقول لك آه القرآن بيقول لك اصطفانا ويقدمون لهذه الآية تفسيرا عنصريا بدويا وكأن القرآن رسالا من شيخ كبيلة عربية ما قدر الله حكا قدره الله يحدثنا عن اصطفاء الأنبياء اصطفاء وظيفي لا عرقي اختيار لوظيفة محددة مش اختيار للسلالة محددة هذا هو التفسير الذي يليك بعدل الله وبكماله وصفاته والذي يكبلها المنطق هذا اللي يكبلها المنطق وليس التفسير العنصري الذي يفتح باب التشكيك في جدوى الدين برمته ما كيمة الدين إذا كان عايز يسوي لنا هكذا إذا كان عايز يجيب لنا شوية متخلفين يسوي لهم أفضليا لهم حقوق فوق الناس ما كيمة الدين فليذهب إلى الجحيم هذا مش دين هذا خدعة هذا مجرد خدعة ما جدوى الإسلام إذا كانت أفكار البشر أركى من أفكاره ما جدوى القرآن إذا كانت الديمقراطية تعطي الإنسان من التقدير والاحترام أكثر مما يعطي الإسلام لا يمكن أن يكون هذا هو الإسلام لا شك أن الإسلام الإلهي شيء مختلف محترم هذا اللي بيكدموه دين غير محترم على الإطلاق الله سبحانه عرف بالعكل ودين أيضا ثبت بالعكل ومذاهب التشيع هذه تتناكض مع العكل وتتناكض مع الدين لا يرضاها إلا مختل في عكله أو في ضميره ما فيش طريق وسط مختل في فهم في عكله أو في ضميره ولهذا قلنا إن ثورة سبتمبر كانت ثورة تصحيح للدين وتحرير للإنسان هناك سؤال لا شك أنه يدور في أذهان البعض في هذه الأثناء هذا السؤال يقول إذا كانت هذه المفاهيم واضحة في الإسلام قيمة العدل والخير والمساواة إذا كانت واضحة فكيف لم يفهمها بعض الفقهاء وقدموا تفسير عنصري لبعض الآيات الحقيقة القصة طويلة قصة الانحراف في فهم الدين طويلة والناس العادين ما بيستوعبوهاش بسهولة لأن فيه ركام من الأوهام لكن أهم ما في هذه القصة هو أن الناس جعلت من فهمها للدين دين طبعا هناك دين وهناك فهم للدين الدين ينزل من السماء الدين سماوي إلهي ينزل من السماء مثل المطر وفهم الدين بشري ينبت من عقول البشر لكن الناس خلطت أحيانا بين ما هو نازل بين النازل والنابت بين ما يقوله الوحي وما يقوله العقل البشري العقل البشري خاضع لشروط الزمان والمكان يعني ما يقدر العقل البشري يتجاوز شروط الزمان والمكان ما يقدر يفكر واحد عايش في الكريم ما يقدر يفكر تفكير ابن المدينة واحد في مدينة متخلفة ما يقدر يفكر في تفكير مدينة في باريس ولا في نيويورك مثلا ولا في لندن أنت في الخرطوم ولا في صنع هذه مدن ما تسمح لكش بالتفكير كما في المدن المتقدمة إذن العقل محكوم بشروط الزمان والمكان البيئة المتخلفة لابد أن تفهم الدين فهما المتخلفة لابد ولو بشكل نسبي الحقيقة موجودة لكن فيه نسبة من الوه والبيئة المتقدمة المجتمع المتقدم المتعلم سيفهم نفس الدين فهم متقدم مختلف العقل الإنساني لا يستطيع أن يتجاوز ظروف عصر وبيئة كما قلت العقل العربي زمان خلال العصور التخلف تبعنا كان متواضح العقل العربي فهم القرآن بطريقة عربية في زمن الصحابة كان الفطرة تغلب على الثقافة لأن الضمير كان متوهج حي لكن بعد زمن الصحابة بدأت ثقافة العرب تعود ووفقا للثقافة العربية كانوا يفهمون القرآن والعقل الأوروبي سيفهم القرآن بطريقة أوروبية ووفقا للثقافة الأوروبية على سبيل المثال العرب يهتمون بموضوع الأنساب والأصول لماذا؟ لأنهم عاشوا في ظروف تاريخية وبيئية تحتم عليهم ذلك ثقافة البدو تحتم ذلك البداوة تحتم ذلك والقرآن كان دائما يهاجم البدو وكان يعتبرها مرتبة متخلفة وكان يوسف كان يتفضل على أبيه بأنه جاء بكم من البدو على أهلي يعني كل محمد والله الذي جاء بكم من البدو الثقافة البدوية ولذلك حتى الأعراب أيضا هاجمهم القرآن وأجد الأعراب أشد كفرا ونفاكا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله الثقافة البدوية هكذا فيها سمات تتناكض مع الدين والحضارة ولهذا عندما يأتي العربي لقراءة آية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض لما يجي الآية هذه أول ما يتبادر إلى ذهنه المعنى العنصري سيقول في نفسه يبدو أن الله يهتم مثلنا بالأنساب والأصول بدليل أنه جاء بهؤلاء اليهود أو بهؤلاء الأنبياء عفوا من نسل واحد ولو دخلت العقلة هذا المواطن البدوي ستجد صورة صورة الإله في ذهنه عبارة عن صورة مكبرة لشيخ الكبيل العربي والعقل العربي معروف بأنه ليس عقلاً تحليلياً يعني ما يقدر يفصل الأمور تحليلي يعني يفصلها ولذلك العرب لم ينتجوا فلسفة ومنطق حتى الآن لو كان العقل العربي كان حقل تحليلي ما توقف المفسرون الضالون عند هذا الفهم العنصري بعض المفسرين يعني لو كان الذي يقرأ الآية مسلم أوروبي أو ياباني مثلاً لن يفهم هذا الفهم أبداً لأنه سيكون لنفسه فوراً حيشتغل عقلة يعني حيبدأ يشتغل عقلة وحيسأل نفسه ما الذي يجعل نسل نوح مميزاً إذا كان ابنه نفسه قد كفر به ابنه طلع كافر لما قال إنه ليس من أهلك يعني ليس من أهلك الموعودين بالنجاة مش ليس من ذريتك في فرق هو من ذريت نوح لكنه ليس من أهله الذين وعدهم الله بالنجاة لأنه كان طلب نوح من الله أن ينجي أهلك قال لا هذا مش من أهلك يعني ليس من الناجي فتح تسأل إذا كان نوح مميز عرقياً فلماذا كفر به ابنه وإذا كان نسب إبراهيم مميز فلماذا كان والده كافراً صانعاً للأصنام وإذا كان الله قد اصطفى لنسله من الناحية الجينية فلماذا جاء منه كفار قريش كفار قريش كلهم ويزيد ابن معاوية اللي بيلعنوا وكفار بني إسرائيل كلهم هذول من نسب إبراهيم وإذا كانت جينات هذه الأقوام مميزة فلماذا لم يظهر هذا التميز للناس في أشكالهم في عقولهم على الأقل تكون أشكالهم جميلة كذا زي الألمان والطليان لماذا لم يظهر منهم المخترعون والعباقرة لماذا لم يقدموا للناس حتى الآن أي شيء مميز في الدين أو في الدنيا على الأقل يالله يشرحون لنا ألف لام ميم يقولوا لنا ايش قصتها كاف هاي عين صاد يلا مش كانوا معاهم علم خاص جاي من عند جدهم يلا يورون العلم الخاصة ويفسرون أنه بس الآيات الحروف المقطعة في القرآن الكريم ولا على ايش بس ياخذوا الخمص ويضحكوا على القبائل وجر والبيض والسمن والعسل ما قيمة وجودهم أصلا إذا كان الإنسان قد استطاع أن يحقق هذه المعجزات العلمية والتكنولوجية والمنهجية والحضارية من دون هذه السلالة المطهرة السلالة الخاملة اللي ما قدمت شيء ما قيمة وجودهم إذا لم يضيفوا شيء مفيد للناس طوال تاريخهم هكذا العقل حيتساءل العقل الطبيعي أما عقل الزنبيل لا عقل الزنبيل مش شو في مكانه عقل الزنبيل في مكان آخر العكفي زمان والزنبيل الآن لا يعقلون ولا يشعرون ثم إن العقل الفطري والعقل العربي أيضا العقل العربي كان عقل الفطري بياني لا يحتاج إلى هذا كله العقل الفطري لا يحتاج إلى هذا كله لأنه بمجرد أن يطالع في القرآن سيجد النصوص الواضحة والقيم القاطعة على بطلان هذا الفهم العنصري للدين الكرامة في القرآن والخيرية مرتبطة بالعمل الصالح وحده أولئك هم خير البرية الذين فعلوا كذا وكذا وكذا ليس لأصولهم كذا وكذا أولئك هم خير البرية ولقد كرمنا بني آدم الكرامة لبني آدم نفسه الكرامة الاعتبارية لجنس بني آدم بخفض النظر عن أي شيء وليس للأنساب ليس للأنساب أي اعتبار في القرآن وفي الدين سوى في رأس المفسر الضال البدوي أراد أن يكدم للقرآن وللآيات القرآنية تفسيرا بدويا ما يحدث هو أن بعض العرب أرادوا تعريب الإسلام هو كتاب سماوي للناس كلهم أرادوا تعريبه أرادوا جعله دينا عربيا يحمل إلى الناس ثقافة العرب والبدائيون الثقافة المليئة بالصخف في حين أنه دين عابر للقوميات والثقافات والزمان والمكان ومن الظلال من الظلال التفكير بغير هذا المنطق لأنه لا يخدم للإنسان ولا يخدم القرآن بل أنه يدين القرآن هذا التفكير يدين الإسلام ويدين الإله الذي يكف خلف هذا الدين حاشا إذن لكت جاء الثورة 26 سبتمبر لتخرج اليمنيين من ضيق المذهب إلى ساعة الإسلام ومن ظلام الثقافة العنصرية إلى نور الثقافة القرآنية ومن سجن الملكية الفردية المستبدة الطاغية الكهنوتية إلى فضاء الجمهورية المفتوح المفتوح على الديمقراطية وعلى القيم الإنسانية وأخرجتهم هذه الثورة من صراعات التاريخ علي ويزيد معه هو حسنين ومحمدين إلى أفق الجغرافيا والعالم وبهذا الاعتبار الأخلاكي والإنساني نقول أنه هذه الثورة كانت أحدى أهم الثورات في التاريخ بهذا الاعتبار وإنها واحدة من حركات التصحيح التاريخية للإسلام سواء انكصد الثوار ذلك أو لم يكصدوا يعني ليس شرطا أن يكون عبدالله السلال وعلي عبد المغني وزملائهما كتفهموا هذه المعاني أو أنهم كانوا يدركونها أو يهدفون إلى تصحيح الدين مش شرط المهم أن الثورة نفسها بالنتيجة كتفعلت ذلك وأن المجتمع اليمني بعد الثورة صار أركى من الناحية الحضارية وأكثر إسلاما من الناحية الدينية والأخلاقية أكثر إسلاما لأنه كلما كان قلبك أطهر كنت أكرب إلى الإسلام كلما فكرت بعيدا على المفاهيم العنصرية كنت أكرب إلى الإسلام عندما جاءت الجمهورية ذهبت مهابة الإمام التي كانت تحتل مساحا من مهابة الله في قلوب اليمنيين ولهذا نقول أنه عقيدة التوحيد كتضررت على يد الإماميين لأنه يد المذهب هذا المذهب الفاجر المذهب الهادوي الفاجر هذا مذهب فاجر لأن زعماء العصابة السلالية يصنعون مهابتهم في قلوب الناس على حساب مهابة الله تصبح مهابة أحمد حميد الدين وعبد الملك الحوثي في قلوب أتباعهم أكبر من مهابة الله نفسه أو على الأكل تأخذ من نصيب المهابة الإلهية بدليل أن العكفي الزنبيل يمارس القتل والإجرام دون أي تفكير في رضا الله أو في عدم رضاه ما دام الإمام القائد السيد راضي عن العكفي الزنبيل عندما يأتيه التوجيه بالقتل يكتل أخوه يكتل أخاه المسلم ويختصب السلطة ويقتحم البلاد ويدخلها في محنة ضارية عندما يفعل ذلك لا يفتح القرآن هو ما يستشير القرآن ولا يسأل القرآن هل هذا صواب ولا خطأ لا يتدبر آيات اللعله يهتدي إلى الحق ولا يجلس معه عقل كليل هكذا يتأمل ويفكر بصدق هل ما أكون به صحيح أو خالق هل هذا دين الله عصابة تنتصب إلى الله زورا لا يفعل ذلك وإنما يذهب إلى ملازم حسين الحوثي وإلى المشرف الذي يمد بتوجيهات السيد ويوم القيامة يأتي ذليلا مهانا يقول ربنا إننا أطعنا سادتنا سادة سيدي سيدي فلان سيدي فلان ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة لكن بعد إيه اليوم أتباع هذا الباطل لا يشعرون بالفجوة التي بينهم وبين الدين أو بينهم وبين العقل لأنهم في حالة نشوة ناتجة عن انتصارات وهمية انتصارات صنعها لهم المخرج الدولي الذي سهل لهم الأمر للسيطرة على الجمهورية وعلى الدولة من أجل أغراض في نفسه وعندما ترتد عليهم الكرة وينكشف الغطاء سيعرفون أنهم كانوا أدنى منزلة من الحمير هذا مش سبلا هذا وصف قرآني لهم لأن الحمار يؤدي مهمته مهمته التي خلق من أجلها أما العكفي الزنبيل فيؤدي عكس المهمة التي خلقها الله لها خلقه الله لها الله خلقا لعبادته وحررا من عبادة غيره لما نقول أنا عبد الله يعني لا أعبد سواه مهما كانت العبادة النسبية لكن الزنبيل أبى أن يكون حرا كريما وأصر على أن يكون عبدا لسيد خلقه في وهمه إحنا اليوم طرينا نتكلم في الدين في مفاهيم دينية كلام طويل لأنه ثورة سبتمبر كما قلت هي ثورة لتصحيح الدين من ناحية ولأنه الكهنوت يدجل على الناس ويزور عقولهم في منطق الدين ولابد من مكاومة الباطل بما يناسبه إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر